الفسد وهدر المال العام وتحويل المناطق الخضراء إلى مناطق سكنية للمتنفذين في سامراء حرمت أهالي المدينة من التجوال وعوائلهم بعد الإفطار في الشهر الفضيل طبعا اليوم احنا بسنة 2022 مدينة سامراء ما بيها أي مناطق خضراء أي مناطق أو أماكن ترفيهية للشباب والعوائل الناس ما تعرف وين تروح المدينة مدمرة أي بنية تحتية ما بيها وأكيد هذا التقصير من المسؤولين الموجودين بالمدينة والمحافظة كأجمع أي منطقة أي مكان الشاب ماكو حتى يروح له حتى الشاط أو نهر دجلة الناس اللي كانت تروح له سابقا الآن مغلق وماكو أي تحرك لا من قوات أمنية ولا من مسؤولين بالمحافظة ولا أي نائب ولا أي شيء مواطنون يتساءلون عن مصير أموال المدينة والتي ذهبت بجوب الفاسدين مستذكرين الماضي واصفيه بالمشرق إلى كل مسؤولين محافظة صلاح الدين من المحافظ إلى أدنى مسؤول على سامرة وعلى الأقضية والنواحي الآن إحنا في شهر رمضان المبارك المفروض الآن في شهر رمضان الناس من تطلع تفطر بعد الفطور تلقى منتجهات ترتاح تأخذ عوائلها شوفوا العالم شوف هذا قليم كردستان زين الموازنة والفلوس الراحت وين كل المناطق الخضراء كلها انباعة تجاوز وين قبيل وين هسا قبيل شنا نفطر نفطر نروح متنزهات هذا تروح للإمام علي الهادي بسبب الفساد الموجود بالمحافظة اليوم تفتقر مدينة سامرة إلى أبسط المتنفس المتنفسات ونحن في هذا الشهر الكريم حيث لا يوجد أي متنفس للمواطن يعني بعد ما ينتي من الفطور وبعد ما يخلص صلاة الترويح ما يلقي أي متنفس إلا العودة إلى البيت لمناطق خضراء لمدون ألعاب لا خدمات لحتى طرق معبدة هذا حال مدينة سامراء على الرغم من الموازنات الانفجارية المخاصصة لها في كل عام من صلاح الدين عبدالعزيز السامراءي قناة دجلة